اشتركوا في القناة وجدنا أن النموذج الحبيبي وحده لا يكفي لتفسير ما يحدث للمواد خلال التحولات الفيزيائية والكيميائية لذلك اقترح النموذج الجزيئي على أن المادة تتشكل من جزيئات وهي جسيمات صغيرة جدا قابلة للتجزئة إذن يمكن أن أجزئها لذلك سميت جزيئات وهذه الجزيئات تحمل خصائص المادة وفي المقابل الجزيئ عند تجزئته نتحصل على الذرات فمن أجل التعبير عن الذرات أعطي لكل ذرة رمز معين والرمز ببساطة هو عبارة عن حرف أو حرفين لاحظ معي جيدا عزيزي المتعلم مثلا ذرة الهايدروجين إذن هنا نحن نتكلم عن الذرة وليس الجزيئ نحن نتكلم على تلك أو ذلك العنصر الصغير جدا الذي يشكل الجزيئ مثلا ذرة الهايدروجين رمزها H ماجسكول وهنا ركز معي جيدا بالنسبة للهايدروجين H ماجسكول لاحظ معي جيدا أيضا الهليوم الهليوم هي ذرة رمزها H ماجسكول أمامها E ماجسكول الكربون C ماجسكول الأزوت N ماجسكول الأكسجين O ماجسكول الفليور F ماجسكول وهكذا مثلا نأخذ على سبيل المثال الصوديوم N ماجسكول ترافقها A ماجسكول الحديد F ماجسكول لو أتوقف هنا عند F ماجسكول إذن هو الرمز الكيميائي لذرة الفليور لكن الحديد يختلف عن الفليور لذلك نضيف له A كيف هي؟ هل هي ماجسكول في هذه الكتابة؟ لا إذن هي A ماجسكول إذن تكتب F أ النحاس C ماجسكول لو أترك C C هو رمز الكربون إذن حجزه الكربون إذن نضيف له U ماجسكول فيصبح هذا الرمز الكيميائي لذرة النحاس وهكذا إذن هنا قد يتبادر بذهنك لماذا هذه الحروف وعلى أي أساس أختيرت لكل ذرة؟ إذن في الحقيقة الرمز الكيميائي للذرات تم تحديده انطلاقا من تسمية العنصر باللغة اللاتينية لاحظ جيدا مثلا بالنسبة للكربون باللغة العربية يكتب بهذه الطريقة باللغة الفرنسية كربون لاحظ جيدا بالإنجليزية كربون باللاتينية كربونيوم إن صح النطق لذلك لاحظ جيدا أخذ الحرف الأول من تسميته أو من كتابته باللغة اللاتينية وكتب بشكل ماجسكول مثلا الكالسيوم الكالسيوم يتشارك مع الكربون في الحرف الأول باللغة اللاتينية لاحظ جيدا لو يكتب س ماجسكول لقد حجزه الكربون لذلك يضاف حرف آخر إليها منسكول مثلا الأ في هذه الحالة الكلور لاحظ جيدا كتابته باللغة العربية باللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية وباللغة اللاتينية فرمز له بالحرف س ماجسكول ثم المينسكول إذن في الكراس يكتب بهذه الطريقة س ماجسكول والمينسكول وهكذا لو نأخذ مثلا الألمنيوم الألمنيوم يكتب بالعربية بهذه الطريقة باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية ثم باللغة اللاتينية فرمز له بالحرف آ يصاحبه أل مينسكول الفضة باللغة الفرنسية أرجون باللغة الإنجليزية سيلفر وباللغة اللاتينية يكتب بهذه الطريقة فرمز له بالحرف آ ماجسكول وجي مينسكول مثلا الأكسجين باللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية اللغة اللاتينية فرمز له بالحرف أو ماجسكول وهكذا إذن أعزائي المتعلمين هذا فيما يخص الرمز الكيميائي للذرة الآن نتناول مع بعض الصيغة الكيميائية للجزئة لاحظ جيدا بالنسبة للذرة نقول الرمز الكيميائي أما بالنسبة للجزئة فنقول الصيغة الكيميائية